عايزين نعرف من حالك مصر كانت فين وبقت فين النهاردة دورنا كدولة أساسية ومهمة جدا مش بس في الشارع الأوسط لأ كمان في أفريقيا دور محوري بقينا فين النهاردة كنا فين وبقينا فين سؤال سهل الإجابة عليه لأنه كنا في وضع صعب جدا كنا أشبه برجل القارة المريض أو رجل المنطقة المريض خرجنا تقريبا من الحسابات الأفريقية والدولية بين 2011 و2013 بسبب أحداث الفوضى والمظاهرات والمطالب الفئوية في تلك الفترة ومصر انكافأت على دخلها تماما وشبه تجمدت أنشطتها الخارجية لكن الأمور سائت تماما مع تولي الإخوان سائت تماما مع الصورة اللي كانت بتصدر عن مصر في الخارج أن هي مصر يعني البعض كان بيبص المصر على أنها يعني خدت معسكر يعني متشدد والبعض كان بيبص المصر على أنها فرصة يقدر يقضي على ما تبقى منها وكنا أشبه برجل المنطقة المريد حصل أنه بعد صورة 30 يونيو الأمور سائت أكتر لما تحرك البعض للنايل من مصر هناك من طالب بتجميد عدوية مصر في الاتحاد الأفريقي وجمدت العدوية هناك من عمل للمهار ضد الدولة المصرية وفيدل يروج أن اللي حصل ده انقلاب وأن مصر فيها مدابح وفيها وفيها مصر بذلت مجهودات ضخمة علشان تقدر تستعيد صورتها ومش تستعيد صورتها بس يعني وترجع للوضع اللي هو كان قبل 30 يونيو وإنما تكون فيه أفضل صورة وصلت لها في سياستها الخارجية مصر بذلت مجهودات كبيرة اشتغلت بهدوء تواصلت الاتصالات مع البلدان العربية والأوروبية ربنا قود لنا أصدقاء عرب وقفوا معنا زي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وأقل من ثلاث سنوات الاتحاد الأفريقي اللي كان مجمد أدوية مصر مصر تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي مصر تولت دفاع عن قضايا أفريقيا من يومها وحتى الآن لا بس عايزة نوضح للمشاهد قدين موضوضة كبير يعني مصر عشان تقوم بدأ قمنا بحاجة كثيرة أو منتديات للشباب الأفريقي مؤتمرات كثيرة عملنا حاجات كثيرة عشان يقدر يبقى فيه بيننا التواصل ما بيننا وما بين الدول الأفريقية تاني بعد ما الدور ده ما كانش موجود لفترة كبيرة طبعا أنت عفوا كان عندك رصيد تاريخي هذا الرصيد التاريخي كان مجمد بدأت تستخدمي بدأت تستخدمي قوتك النعمة بدأت تجري اتصالاتك بدأت تتواصلي مع الدول اللي كانت صديقة ليك بشكل تدريجي وتحييدي الدول اللي كانت واخدى موقف ضدك وبعض الدول كانت عبدا أغلب الدول يا سوز أشر كانت صديقة لأن مصر دعمت حركات التحرر فيها في الستيطينيات ويوقفت جميعا وكانت أول الدول اللي أطرفت به هذه الدول التحديد وممكن ده الجزء المهم هو ده بقى اللي احنا استخدمنا آلياتنا واستخدمنا علاقاتنا الأديمة واستعنى بخبراتنا علشان نقدر نسترد ثقة هذه البلدان مرة أخرى نوضح لهم الصورة الحقيقية اللي حصل في مصر الدعوات اللي تمت لمصر مؤتمرات الشباب ومؤتمر الشباب الأفريقي وتدريب الشباب الأفارقة في مصر والزيارات اللي كانت مفتوحة للنهار رئيس السيسي أعتقد أنه أكثر رئيس في طريق مصر قام بزيارات لأفريقيا ولا يكاد يمر أسبوع دون أن تجرى اتصالات أو زيارات مع مسؤولين أفارقة وده خلى مصر يعني مش بس تستعيد دورها لا هي دلوقتي تتحدث بلسان أفريقيا المؤتمرات الدولية منتدم يونيخ للأمن المؤتمرات الاقتصادية الدولية قمة السبعة قمة العشرين الاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الرئيس السيسي يحمل هموم وقضايا أفريقيا كما يحمل أموم وقضايا مصر آسفة